من نفحات رمضان هذه هي صبر والصبر ثوابه الجنة فارجوا الله ارجوا ما عنده إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وعد الله الصابرين أن لهم أجرا بغير حد ولا عد كرما منه سبحانه وتعالى وما ذك إلا لفضيلة الصبر وموقعه عند الله وربنا سبحانه وتعالى يعطي وهو كريم وهذا الصيام صبر يصبر به الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة والإنسان بطبعه ضعيف قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفة ولذلك لا بد له من الاستعانة بشيء فهو يستعين بالله ويستعين بعبادة الله على مواجهة الأقدار يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال مجاهد الصبر في هذه الآية الصوم وسمي رمضان شهر الصبر فجاء الصوم والصلاة متناسباً في هذه الآية في أن الصيام يمنع من الشهوات ويزهد في الدنيا والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويقرأ فيها القرآن الذي يذكر بالآخرة الصوم يزهد في الدنيا والصلاة تذكر بالآخرة القرآن إنها والله تكاملية تكاملية عظيمة في هذا الدين انظروا إليه من هذه الجهة ومن هذه الجهة من هذا المعنى ومن هذا المعنى ترون عجباً فعلاً تنزيل من حكيم خبير عليم حميد رمضان يشمل الصبر والصلاة في إكثار من الصلاة كما نرى الآن في التراويح في القيام الدعاء الابتهال صوم شهر الصبر قال عليه الصلاة والسلام ووشهر رمضان وثلاثة أيام وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر غمه حقده غيظه عداوته وساوسه الحديث رواه أحمد وحديث صحيح المسلم يصبر في رمضان على مجاهدة النفس بإخلاصها في العمل من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه لما يصون طيباً بهها نفسه نحن الآن يعني تعودنا على الصيام الآن 22 يوم لكن لا يصح ولا ينبغي أن تضيع مننا المعاني يعني أنها تتحول إلى عادة وتضيع مضامينها ليجب أن تبقى حية في النفوس المسلم يصبر على ألم الجوع والعطش والشهوة يصبر عن الشهوة وعلى ألم الجوع والعطش رغبة فيما عند الله يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي شوف الله عز وجل الله عز وجل يتعجب من عملي يعجب من عمل عبده يعجب من عمل عبده ويعظم عمل عبده يقول أبو الدرداء لولا ثلاث ما أحببت البقاء ساعة ضمأ الهواجر يعني صوم في العطش في الحر الشديد والسجود في الليل ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطائب الثمر بالله عليك يا أخي شوف بالله عليك يا أيتوى الأخت المسلمة يعني لو أنت أو أنت نذرت نفسيكما لهذا أنك ما تجلس في مجلس إلا وتنتقي للجالسين أحسن الفوائد بدل ما تضيع الأوقات والله يسدى فكر يعني اجعل رسالتك من رسالتك في الحياة أنك ما تجلس مع أصحابك وما تجلس مع صاحباتك مجلسا إلا وتفكر كيف تفيدهم ماذا تقول لهم ماذا تنقل لهم صحيح حتى المجالس الإلكترونية هذه الواتس بمجموعات مجموعات مجموعات انتقي لهم انتقي لهم أطايب الفوائد كما ينتقى أطايب الثمر هو أبو الدرداء كان يحب ما يحب البقاء في الدنيا إلا لثلاث أشياء الصيام والقيام والعلم الفوائد هذه الفوائد ترى غيرها فيها تلاقح تلاقح الأذهان تأدي إلى تفقه وتبصر وتعلم والمسلم يصبر على الصلاة التراويح وعلى طول القيام من قام رمضان إيمانا واحتسابا هذا شهر الصبر النبي عليه الصلاة والسلام صبر على تورم قدميه تورمت قدمه من طول القيام يعني أثر فيه ويقول أفلا أكون عبدا شكورة ونحن اللي عصر هذا مع الأسف تعودنا على الترف نازم راحة على آخر يعني على آخر قيراط كذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تورمت قدمه كانوا يحجون يطلع الحاج أشعث أغبر نحن اليوم نبغى العبادة لازم تكون في مكيفات ولازم يكون مرتاحين إذا الإمام طول شوي طولت الله يهديه الله يهديه طول يعني كأنه إيش سوى ذنب الله يهديه الله يهديه طول وهو إيش يعني طب الآن عشر أواخر إذا ما طول الآن متى سيطول متى سيطول روحوا على المسجد الأقصر شوف ذاك قيامه أربعين دقيقة شوف هذاك تراويحه نص ساعة وعجلا إيش وراكم يعني ما شاء الله إذا ما قمت من الليل ستذهبون وتضعون يعني الوقت في أشياء يعني نفيسة عظيمة أو ماذا يعني استطول استطول يعني القيام ساعة طول علينا طول ساعة ساعة كاملة كسر رجولنا كسر رجولنا ما يخاف الله يعني الآن صار إذا واحد اشتهد في العبادة بالجماعة ما يخاف الله وبعدين أنت حتسوي تروح إيش تسوي عندك مرض أنت عندك ضغط سكر تروح لحمام سرعة أنت كبير في السن حتى ما ينفع أنك تجلس حتى الجلوس في الجلوس في الصلاة ما ينفعك يعني إيش تروح تسوي تفتح تلفزيون الترفيه تلعب ورق إيش تفعل يعني واحد يناقش نفسه يعني طيب يا جماعة نحن إذا هذا الوقت الموسم هذا الموسم تجارس هرون بالليل عشان يبيع زيادة لأنه موسم فالآن نحن لما جاء الموسم نكسل لا تورمت قدماه عليه الصلاة والسلام ويقول أفلا أكون عبدا شكورا فهذا أسوتنا وهذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم وطبعا الإنسان ما يعمل عمل يؤدي إلى ميلال ود يترك العبادة لا يعمل بالقدر هو يشتهد وجاهد نفسه ليبقى ويعمل المزيد ويبقى يعبد ويعمل المزيد وجعلت كرة وعيني في الصلاة بس مشكلة نحن الآن لما ندخل في الصلاة مشكلتنا نفكر في هذه وهذا وتلك وأولئك يحني لو دخلنا الجو لو دخلنا جو الآيات والأذكار ترى ما رح نطفش ولا نمل ولا نتعب ولا نتأفف ونفرح بالمزيد بس هي تحتاج مننا إلى صبر إلى صبر إلى صبر الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن ويرون صائم هذا صبر أيضا تصبر أنك ما ترد عليه وقد استفزك وأغافك وشتمك وبدأ هو بالشر وأنت تصبر تمسك نفسك تصبر تصبر ابتغامة عند الله ولا يعني العزة الشخصية والكرامة الشخصية تقول لك رد الصعب عشرة أدبه أمسح فيه الأرض أعمل أعمل لكن الشرع يقول فليقول إني مرؤ صائم وإني صائم إني صائم واحدة تذكيرا لخصمه هو واحدة تذكيرا لنفسه وواحدة تذكيرا لخصمه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر والرضا واليقين واجعلنا من الفائزين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر